في طريقها إلى الصعود وإحكام الإمساك بالمال والسلطة والسلاح معا لم تمر الميليشيات في العراق بفترة ذهبية كما مرت إبان رئاسة العباد للحكومة عندما وضعت ميليشيا الحجد أولى لبنات تأسيس حرس ثوري في العراق على غرار الإيراني حتى وصلت إلى جميع مفاصل الدولة وبنت مؤسسة مستقلة بصبغة أيدلوجية طائفية والآن وبعد أن فرقتهم السياسة يقول العبادي هذا عن قيادات الحجد أنا أطلب أطلب متابعة كل أملاك اللي يصدوا بالحجد تابعوا وشوفوا روحوا وشوفوا أملاكهم بالجادرية أملاكهم غير مكان لم يكن يملكوا شيئا بعضهم شوف شوف يعني هذه ترى موسف فقط روح مع الدلالين ادخلوا شوف لكن بدأ العبادي حانقا غاضبا على من أزالوه من الحكومة بعد أن ثبتهم وأنشاء لهم هيئة عامة وأطر سلاح الميليشيات بمسمى مؤسستي طمعا بوقوفهم إلى جانبه في الانتخابات فإذا به يفاصلهم ويتهمهم بالاستلاء على أملاك المواطنين وبناء امبراطورية مالية على حساب الدولة داعيا إلى ملاحقة قيادات في ميليشيا الحجد جنت أموالها على حساب المال العامة الفساد المالي لم يكن الأمر الوحيد الذي ذكره العبادي في جلسة طلاقه مع الميليشيات بل عرج على ما يلغي أساس وجودهم ويتهمهم بزعزعات الأمن ضمنا فيؤكد أن بعض العمليات المسلحة لا يمكن اتهام الجماعات الإرهابية بها لعدم وجودها هناك وكأنه على استحياء يشير إلى الميليشيات بعد أن خلت الساحة لها وباتت هي الآمرة الناهية في منطقة معينة إذا تطلق صواريخ ما أقدر أني أتهم صراحة جماعات إرهابية مثل داعش أو القاعدة لأن ما لهم وجود بها ميليشيا الحجد ردت على تصريحات العبادي بالقول إن الحجد حطم أحلام الرجل برئاسة الحكومة ما دفعه لمحاولة هدم هيئة ميليشيا الحجد بحسب القياد فيها علي الحسيني الذي طال بالعبادي بتقديم أدلة على اتهاماته قد لا يكون جديداً افتراق حلفاء الأمس لكن صورة المشهد السياسي في العراق تزداد وضوحاً بالتقادم وتظهر في آخر مشاهدها أن الميليشيات انتقلت من مرحلة التأثير على القرار في العراق إلى صنعه ترجمة نانسي قنقر